افتتح غبطة البطريارك روفائيل ساكو بطريارك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية مهرجان كنيسة البشارة في بغداد بحضور عدد من المطارنة والأباء الكهنة والراهبات وجمع من المؤمنين واشتملت فعاليات المهرجان الذي استمر ثلاثة أيام على محاضرات دينية ومسرحية تراثية هادفة شارك فيها نخبة من شباب الكنيسة من جهته أشاد غبطته بالأداء الرائع للشباب والجرأة في التعبير حيث أكدوا في مسرحيتهم بأن الوطن لا يموت وسيبقى الأمل والرجاء قائما واختتم المهرجان بقداس احتفالي ترأسه البطريارك ساكو